جائزة أسيا جبار في طبعتها الخامسة لم تكن كسابقتها رغم أهمية الحدث إلا أن الغياب صنع الجدل بهذه الطبعة وزراء حاضرون وكتاب غائبون يكفي أن يكون هناك فائز قد يحضر وقد لا يحضر ولكن الجائزة حاضرة كأبدع ما يكون هذا الحضور يكفي أن نبارك لهؤلاء امتدادهم من خلال هذا الاسم العالمي وهو أسيا جبار يكفي أن تكون الجائزة لمن يستحقها من خلال 95 عملا إبداعي روائيا في كل من اللغة العربية والفرنسية والأمازيغية خير بالخير برواية النبؤات عن اللغة العربية جمال العصب برواية الناغني باللغة الأمازيغية أما بالفرنسية فكانت ليندا شويطا عن روايتها إنفالس انتقادات عديدة طالت الطبعات السابقة منذ 2015 فعدم الشفافية في أعلان الأسماء المرشحة لنيل الجائزة والتي بلغت هذه السنة 95 رواية زادت طينا بل نسخة لم تكن بمقام الاسم الذي تحمله إن خفضت بها الميزانية وغابت الأسماء المتوجة فهل ستتفطن الجهات المنظمة لهذا الحفل لتدارك الوضع بالطبعة القادمة؟